أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة مع سيجار اتيكات برو واليوم رح نكون بسلسلة سؤال جواب عم بنساءل عطول اذا عندكم سيجار اشتريته بالتيوب هل منحافظ عليه بقلب التيوب؟ منشيله من التيوب؟ منحطه بالهيوميدر؟ ما منحطه بالهيوميدر؟ طيب اللي انا شفته انسب حسب الاختبار معي انه لما بيكون عندي سيجار بالتيوب يجب ان اتركه بالتيوب ولكن بشيل الغطى بالتيوب بخلي السيجار بالغطى وهلا بحطه بقلب الهيوميدر التيوب سيحمي السيجار ورقة الارز اللي ملفوف فيها السيجار اللي منه ملفوف لكن هي بتغلف التيوب من جوه والسيجار بيأتي بالنص هذه ورقة الخشب الارز كمان رح تحمي السيجار وطبعا نحنا جوه منكون نحطين باكس اللي بيحافظوا هرطوبة او حسب كل شخص شو بيحط ولكن طبعا خلوا السيجار بالقلب التيوب ما تحاولوا تطلعونا بره ومرة يمكن ينقذي أو ما بعرف شوه ما زال جاي بالتيوب تركوه بالتيوب ولكن فكوا الغطا وحطوهن بقلب الهيوميدر بدي اذكركم بشغلة هواية السيجار هواية شخصية وحلوة ورح تضل هواية شخصية ورح تضل كلمة نحنا نبسط به هواية يعني اللي عم بقوله انه هي اختبار شخصي يمكن نقول نسبة الرطوبة لازم تكون هالقد بهذا الهيوميدر بتختلف من منطقة لمنطقة بتختلف اذا شخص حاطت الهيوميدر حد الحيط والشمس من ورعا يعني هواية كلهم اختبارات شخصية نحنا منقول اللي هو بالمبدأ كيف نعم نشوفها انسب حسب اختباراتنا ولكن بالنهاية الرأي لقالكم عملوا التجارب وشوفوا شو اللي انسب واللي مرتحين فيها وع اساسها بتتأكدوا انه هيدا هي ما تنسوا تحت الايميل تبعتونا شو عندكم اسئلة وبعتونا اختباراتكم وطبعا نحنا رح نرجع نحطون أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية